تطورت عملية رصف الطرق تطورا ملحوظا فهي مرت بمراحل عديدة حتى وصلت إلى ما عليه الآن كانوا في القدم يتنقلون على الدواب والعربات على الطرق الترابية والآن اختلفت وسائل النقل تماما فهي طرق معبدة سهل المرور عليها والطريق صنع حتى يخدم غاية واحدة وهي إمكانية المرور عليها أي تسمح بالتنقل دون أي عثرات تعيق عملية المرور الطريق حتى تكون جاهزة للنقل يجب أن تكون خاضعة لعملية رصف جيدة وتتم عملية رصف الطرق بعدة خطوات ولنصف الطريق أول نجب أن يكون هناك دراسة واضحة من حيث المساحة والاتجاه والتربة في بعض الأحيان نرى بعض الانهيارات في الطرق مثل الانهيار الانشائي والذي قد يشمل جميع طبقات الطريق أو جزءا منها وعندها تصبح الرصفة غير قادرة على تحمل الحمولات التي تمر عليها الانهيار الوظيفي الذي قد لا يصاحبه انهيار إنشائي ويؤثر عدة على راحة مستخدمي الطريق وسلامة المرور التشققات الناجمة عن درجات الحرارة المختلفة ويمكن حدوثها في المناطق المعتدلة عندما تزداد قساوة الأسفل بزيادة عمر الطريق مثل هذه الانهيارات تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق ومركباتهم مما يتسبب في حوادث مختلفة لذلك يجب معالجة مثل هذه التشوهات وعدم تركها هكذا وذلك حفاظا على الطريق ومستخدميه اشتركوا في القناة